بنور يمينو، بنورك محمد الله الله بنور بلاش خلال السبب دلوقتي هتطلع لك شوية صور انت بتحبها صورة عزيزة عليك جداً أول صورة طبعاً دي مصر كلها السنة اللي فاتت مكتش ليها كلام غير على الصورة دي يا نارس يعني ايه اه اه ايه قولي امتا اه ايه دي يا سيدي كانت الفصحة الأساسية زمان من جنيه الحيوانيات والأناطر الخارية ايه يعني هنا كنت خارج الأناطر هنا كنت خارج خارج فين؟ يعني هنا كنت خارج مرة لا 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 تتلابس بس ما بتروح الأناطر بقى بتفرفش بترحرع بقى عن نفسك العلب تقلع وتجري كده ونترو بس بس طبعاً احنا شايفين طبعاً من فوق انت رحرحت وفانيلا جداً تحت البنطلون عادي اه ده عادي من تحت لا جداً جداً حتى لو مش عادي انا طفل يعني فاكر البدلة بتاع الزمان طبعاً كلنا كنت عندنا بلل بزبط اه فكنت لبسها فروحت بقى عشان اتجول وبتاع فقالوا لي لا فرفش سبحان الله سبحان الله والبدلة الصفرة بقى اللي ركبوه على كل الصور في فترة اللي فاتنة طبعاً عظم اللي عملها شاطر موت وكان ان ده ده هيمسك في يوم الايام الموضوع ده سبحان الله جلبان اوي ايه لا وش طيب والله اوي مش عادي بس في ايه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مجموعة زريفة جدا جدا ودي اللي شكلت بقى كل حاجة فرقة الجامعة ومصرحة الجامعة هو الفرغ نجوم موجودين لحد دلوقتي من خالد اللي أرحمه خالد السوي وإحمد عبد الله وكل الجيل الحمد لله ربنا وفق وعملين جروب على الواتساب لسه بتت حد دلوقتي كل الدفعة لأن احنا ما كناش صحاب جامعة لا كلنا دخلين في بعض وفي عائلات بعض وبيوت بعض عشرة عظيمة يعني فلنجح في الفن نجح ولا نجح في القضا نجح ومراكز كويسة جدا حد دلوقتي بنتقابل مرة في الشهر كتبالك مستحيل شلة العمر يعني ايو طب انت اقبل مصحة بقى أنا سامع أنتك بتمثل كمان حاجات بقى باللغة العربية الفصحة وتراجد والناس كب تضحك برد ما هو ده أول مرة اختروني أطلع مصرحية اسمها العادلون لألبير كامي فبايم الاسم ان هي جدا جدا ودون الدور لغة العربية اجتهدت فيه لحد ما حفظته وطالع كل الناس تتكلم عادي أجا نقول لغة العربية فالناس تتحك فحسيت ان انا فشلت يعني خطبال حضرتك بعد كده وفي الوقت ده كان كلية تجارة تعمل كوميديا فارس بقى فاتوح أحمد وصلاح عفض الله وكانت ناس جامدة جدا فطول الوقت انا عايز اروح امثل في تجارة انا بعمل ليه هنا لحد ما بتدينا نعمل روايات كوميدي وبتاعه وكان فترة سخنة قوي في جامعة القاهرة انا سامع انت في البيت عندك صور بقى نجيب الرحاني واسماعيل ياسين مغرقة البيت عندك جدا جدا يعني كل اللي وفي المكتب يعني كل اللي دحكونا ولي دحكوا الشعوب على مر السنين عارف؟ ومش النجوم مش يعني مش السوبر ستار بس كان فيه ناس أدوار تانية بس مأسرة معانا لحد الوقت ستيفان روستي عب السلام نابوليس الزنات الصدقي الأسري دوله عزماء دول قامات في الكميدي طبعا على رأس يوم أستاذنا الكبير نجيب الرحاني ده الكبير يعني وانزل بقى الأستاذ الكبير فقد المهندس أستاذ مدبولي أستاذ عيد الربنات دي الصحة الله يرحمه سعيد صالح يعني مش عايز انسى حد البلد دي الحمد لله غنية غنية بفنانينها وبالتحديد بالكميديانات واثروا في شعوب سنين سنين وطول الوقت بتعلم من دول ده عمل ايه وبذكرهم يعني خطبالك لانسى ما انت حافظ لعبة الستة كمان انا حافظ كل أفلام نجيب الرحاني فعلا؟ اه يعني جات فترة في حياتي ما بنامشي على فيلم نجيب الرحاني اه لأن من أقوى السيناريوهات الكوميدي اللي اتكتبت اللي عايز اتعلم كوميديا وبناء سيناريو كوميدي يقرى النجيب الرحاني وبدأ خيري معناها كوميديا من شكل تاني خالص طبعا طبعا شكل جدي جدا جدا كوميديا موقف جدا بدليل انها عايشة لحد الوقت يعني الخفيف بيتشاف وبنسقف له وخلاص وامتعنا وده مش عيب لكن السيناريو الكوميدي اللي مكتوب بشكل كويس جدا لازم يعيش مع الناس المعجزة الكبيرة ان انا جيب الرحاني عايش معنا بخمس قفلات خدت بال حضراتك فجيت انا حبا ما ادخل حاجة شوف اللي قابلنا عمله ايه عطى ذاكر لقيت بحر من الكوميديا ده اللي كان بيعمل ماشا كان بيعمله حل فطول الوقت انها حتى تتصور وممحوطني